ترجع شوية في الأول كده هل حضراتك من الناس اللي طول عمرك كنت كده عندك هذه الإيجابية والقدرة أنك تقع وتقوم تقف ولا حصل حاجة مثلا خليتك تتجه للبحث والدراسة وأنك تطور من نفسك وتصبح النهاردة دكتور عمر منتصر هذا النموذج اللي الناس كلها بيحب تسمعه وتاخد رأيه بص يا حضراتك هو أنا أتمنى لأن أنا لغاية النهاردة خيبة يعني لغاية النهاردة برضو يعني لأ أظن أن أنا في الموقف هحسن التصرف ولكن لأ هقول لحضراتك على حاجة أنا سبب أصلا دخولي في المجال ده كانت حادثة عربية أيوة دقولي وراها إيه يعني حادثة عربية وهو ده اللي علمني أنه يعني إيه وعسى أن تكرهه شيء أنا كنت يعني والدي مهندس ويتمنى كان أنا أطلع مهندس وأنا كمان كان نفسي أطلع مهندس فكان في البيت أنا مهندس بش مهندس بزرحة بش مهندس بزرحة ولكن أنا كنت بذاكر في السنوية عامة عندنا كانت تانية أو تالتة في تالتة سنوية يعني في يوم القيم راجع البيت اتخبطت عربية خبطت وكانت حادثة قوية جدا قبل الامتحانات وده ده ده من الدروس اللي أنا يعني حتى بقولها للناس يا جماعة أنا حدث زي ده يعني ما فيهوش احتمالية إنه يبقى حلو يعني يومية في المية وحش ليني اتأخرت في الدراسة وجبت مجموع قليل جدا ومعرفتش أروح ولا المحاضرات ولا زاكر ولا أعمل أي حاجة كنت في السرير يمكن رجلاي الاتنين وقديا مكسورين نسي فالحدث ده خلاني معرفتش أدخل هندسة وساعتها ادقت يعني مش هقول أنا ساعتها لأ أنا ساعت ادقت جدا وقالوا لي لأ خلاص خش يعني المجال الآخر ومجال الآخر ده مش بتاعي خالص أنا مهندس فبعدما كبرت وتخرجت لقيت إنه لما رجعت الحدث مين قال إنه كان وحش بالعكس ده أنا لما بصيت على نفسي في الاتجاه الآخر لأ ده أنا هنا أفضل الحمد لله كتير فرجعت أقول طب هو أنا لو ما كانش الرجل ده خبطني بالعربية كنت هاوصل هنا ازاي يعني تبصي على يعني بصي بقى على الخريطة نحن ندور علي نشكره عشان تقول بس تبصي تفتحي الخريطة بقى بعدما عرفتي المستقبل اللي كان مستنيكي تقول لأ أنا حكمي على الأمر وأما السفينة وأما الجدار وأما الغلام وعشان كده القصة دي أنا بشوف إن القصص في القرآن فيها معجزة إنها مستحدث بتستحدث كل زمن بتجدد نفسها وبتنطبق على اليومين اللي احنا فيهم دول فأنت تسمع القصة ممكن واحد يسمع القصة وقوله والله فيها حكمة لكن واحد يطبقها على نفسه طب أنا النهاردة ربنا بيوصل لي قصة زي قصة سيدنا الخضر ليه عايزني أفهم إيه طب ما أنا عندي مدير أزيني في شغلي طب ما أنا عندي عدم وفاق بيني وبين زوجتي طب ما أنا عندي ابني ده مسمعش الكلام وعنا عملة أنت ما تعرفش حاجة حتى الأفعال يعني إحنا في الثلاث أفعال اللي عملهم سيدنا الخضر مع سيدنا موسى كان أقصاهم قتل لا يمكن فيه إنه يحتمل إنه فعل حسن بالزبط في الظاهر هو سيء ولكن في الظاهر ولكن دي عقلية البشر اللي ربنا كان سيدنا موسى بيمثل البشرية حتى وإن كان كليم بالله وحتى وإن كان نبي من عند ربنا لكن ربنا بيعرف البشر إنه أحسن واحد فيكم مش هيقدر يعرف المستقبل خطوة ولكن الأمان يجي له منين؟ من إنه يقول يا رب خلاص أنا علمي قد كده على حد علمي هقول يا رب إنت عارف طالما أنت عارف يا رب أنا ماشي المهمة أنا اختياري أعمل اللي علي بالزبط أعمل اللي علي طب ما ده كلام حلو قوي حتى سيدنا موسى مصبرش حقيقي حقيقي فالنهار ده اللي بتسمعك أو بيسمعك وخارج من المشكلة وقزمة كبيرة شايفها كبيرة حقيقي يعمل إيه واحد اتنين عشان يوصل للسكينة دي والرضى ده بص يا حضريك أقولك على حاجة أولا أنا بشوف إنه في حاجة مهمة جدا هو إنه إنك تعرف أو تكون حاطة الدنيا في حجمها إحنا عندنا مشكلة إنه الحياة بتسحبنا لتحتها دايما الحياة اللي إحنا عايشين فيها دي حتى إن طال عمرك وبقى يعني هيبقى كمتين سنة فهي أحبة قد كده ده مش مشوارك وده مش الهدف ده مش النتيجة ده كبري انت بالضبط انت بتعدي هنا في مرحلة في مراحل تانية هتكون أفضل وأحسن البني قدم طول ما هو عارف إن دي الهدف ودي المكان فبيستقره وبيحس إنه هو ده اللي هيجرالي فيه هي دي الأزمة وعشان كده الدعاء بيقول اللهم اللي تجعل الدنيا أكبر أهمنا يعني يعني الهم بتاعهم بقاش الدنيا بس أنا عندي دنيا وعندي بعد ما هموت ويوم ما هقابل ربنا وبعد كده أشوف هروح فين وبعد كده المنتهى بقى اللي هو هكمل فيه فرقم واحد إن ما تكونش الدنيا هي الهدف ما تكونش آه إحنا بنسعى وبنحاول نحسن من حياتنا وبنحاول نعمل ولكن الدنيا فيه منطقة أنا عارف إن أنا كده كده هتخطها وهروح هنتقل والانتقال ده مش شيء وحش خالص يعني اللي يتخيل إن موضوع الموت ده بالنسبة للبشر ده ممكن يبقى القبر نعيم يا فندم ده بالعكس ده اللي ربنا ينعم عليه وياخده بقبول بس إن ربنا يقبله يا سلام يا بخته النهاردة بقى بتحسد إذن حب الدنيا وقراهية الموت هو اللي جعل الوهن بقى دلوقتي فيه إن هو حب التمسك بالضيف أنا عايز وعايز 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 وعندي بيت عايز الأحسن منه وعندي بيت عايز بالسحل